يحملون جراحهم في اجسادهم بعضها لا تزال مفتوحة وبعضها قيد الالتئام لكن جروحهم المعنوية جراء الهمال ما تزال بالغة الحجم والتأثير وتضع علامة استفهام كبيرة بحجم الجبال والمساحات التي قاتلوا فيها وتعرضوا فيها للإصابة من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة جرح الجيش والمقاومة الشعبية الجرح الذي يتجدد كلما تجددت المعاناة بالنسبة للذين دافعوا أهم سنوات العمر من أجل وطن اتسعت له أرواحهم وجروحهم وضاق مسؤول البلاد بمن دافعوا عن شرعيتهم ليجدوا أنفسهم وحيدين إلا من جروحهم وما تيسر من عكازات يتوكأون عليها الجرح التابعون للمنطقة العسكرية الخامسة في مأرب بعد أن ضاق بهم الحال وجه نداء لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة الخامسة لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعيشون فيها والتي أصبحت على حافة الخطر بحسب مصادر ميدانية فإن الجرح المتواجدين حاليا في فندق بلقيس بمحافظة مأرب يتعرضون للإهمال بسبب إخلال اتلاف الخير حضر موت بالاتفاقية المبرمة بينه وبين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وبحسب إفادة المتحدث باسم الجرحة فإن إدارة الفندق أبلغت الجرحة أنها تلقت بلاغا من اتلاف الخير حضر موت أنه غير مسؤول عن ملف علاجهم وسكنهم وتغذيتهم وأن مركز سلمان ألغى العقدم على اتلاف قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والشعبة الطبية كانت قد عملت على إرسال الجرحة إلى محافظة مأرب وتوزيعهم على مستشفيات محافظة عدن وسيئون وتعز بحسب حالة كل جريح وتسفير البعض منهم إلى الخارج وكلف مركز الملك سلمان اتلاف الخير حضر موت للقيام بهذه المهمة لكن بعد وصول الجرحة إلى مأرب لم يتم توزيعهم للعلاج يبدو التلاعب بملف الجرحة واضحا وجليا بسبب عدم تنفيذ اتلاف الخير للاتفاق وبسبب التلاعب بملف علاج الجرحة من قبل الاتلاف وكذلك إلغاء مركز الملك سلمان للعقد دونما توفير بديل باستثناء الإهمال البديل الدائم للجرحة ليبقى السؤال الأهم كيف يراد من هؤلاء القتال على الأرض والدفاع عن الشرعية في حين لو أصيب أحد منهم تهرب الجميع وتنصل عن المسئولية ورمى كل واحد بالمسئولية على الآخر